يجي شخص يقول أنا ما الله رزقني إلا ببنت واحدة يقول ذريتي الله ما أطعمني إلا بنت واحدة يقول هالابنية أشوفها حياتي حياتي متعلقة بها الابنية بوحيدتي يقول كبرت الابنية دخلتها بالمدرسة بالصف الأول الابتدائي كل يوم من ترجع من المدرسة يعني تنعش البيت بسوالفها بضحكها بلعبها الأطفال وجودهم في البيت به تدب الحياة اللهم بحق أم البنين بحق سيدتنا ومولاتنا أم البنين من لم يرزق بذرية اللهم قر عينه بذرية مباركة بحقها بذريتها اللهم هدي هذه الليلة إن شاء الله تقرعين كل محروم بذرية صالحة مباركة موالية لمحمد وآل محمد يقول من ترجع من المدرسة تنعش البيت بسوالفها بضحكها بلعبها تدب الحياة بالأطفال يقول إلا ألي يوم من الأيام رجعت من المدرسة يقول مو على وضعها الطبيعي بأي حالة؟ يقول وجهها الشاحب ألوانها متغيرة بدنها خامل جاء تجلست عند الجدار يقول رجعت هذي المدللة بنيتي تشكيل من علة فيش شيء؟ قالت إيه؟ راسي وجعني يحسب ألم في راسي يقول مباشرة أخذتها إلى المستشفى دخلتها على الطبيب خير؟ قلت لبني راسها يوجعها يقول تفت لي قال قضية ألم الرأس هذا شيء شائع قضية الصداع لعل ما من أحد يقول أنا ما أصبت بأمر الصداع من الأمور الشائعة والأمراض الشائعة صداع الرأس قال أنا راح أعطيك أدوية وإن شاء الله بهالأدوية الله يمن عليها بالشفاء والعافية يقول أخذت الأدوية رحت إلى البيت سقيتها إلى لبنية يقول ساعة ما كمن مون لبنية طابت يقول بعد ساعة طاحت مخمي عليها تلك البنية يقول مباشرة إلى المستشفى أخذتها وديتها إلى الطبيب دخلوها بالعناية المركزة يقول بعد فترة جيتها تطمن على الابنية خير إيش سبب هالإغماء المفاجئ إيش سبب هالسقوط وهالعلة يقول تفت للطبيب قال للأسف بنتك سبب إغماءها هالمفاجئ أصيبت بفايروس ضرب المخ بالتهاب جدا حاد بالمخ يقول اغضمت الدنيا مقابل عينيه قلت لنزين والعلاج والحل قال نظرك إلى رحمة الجليل جل وعلا علاج بالطب وما وصل إليه الطب في كل بلدان الدنيا مستحيل علاج بنتك يقول كالصاعقة نزلت على رأسي يقول اغضمت الدنيا بعيني قلت لها شو تقول دكتور هذه بنتي وحيدتي قال نظرك إلى رحمة الجليل قلت لنزين أخذها بأي بلدة من بلدان الدنيا وإن ما يكون أنا مستعد أبذل كل ثروة العلاجها قال اختصر لك القضية لا تتعب نفسك ولا تضيع وقتك ولا تخسر فلوسك بنتك بالحالة الموجودة مقابلنا هل علم وستحيل علاجها الله أكبر يقول رحت إلى داري خبرت أهلي خبرت أهل زوجتي جاءوا عندي بالدار صار البكاء والنحيب مو فقط علم مرض لبنية يقول نبكي لبنية في عداد الموت راح تموت نبكي على موت هالبنت يقول صار بكاء والنحيب فاجعة صارت وحيدتي هذه يروي القضية بالتفصيل يقول الساعة 11 بالليل من بين كل أهلي من بين أهل زوجتي يقول قمت من مكان اجتماعنا بالمجلس دخلت في غرفة نوم يقول بعد ما توضيت فرشت السجادة وصليت ركعتين نحفظ هالعمل إذا عندك حاجة الليلة أعمل هالعمل من الأمور المجربة على باب أم البنين سلام الله عليه عليه يقول فرشت سجادتي صليت ركعتين وبعد ذلك وأنا على السجادة مئة مرة صليت على محمد وآل محمد يقولوا أنا على سجادتي وأنا بمكاني صرت أخاطب أم البنين كأنها مقابلي كأنها قدامي الآن أخاطبها بلهجتي ودموعي على خذي سيدتي سجادتي بني غيرها ما عندي بنت غير دموعي مقدار أني أشيل السجادة وأضعها بمكانها طلعت من غرفة يجيت بالصالة بالبيت وإذا بصوت الهاتف رفعت السماعة من يقول خاطبني رجل قال هذا بيت فلان قلت لقيه أنا فلان يقول قال لي معاك المستشفى يقول بس سمعت باسم المستشفى أنا بديت أرتحد أرتجف قلت لماتت بنتي قال لا تجيب البلد بنتك لا تجيب المصيبة لبنتك بنتك العليلة بنتك اللي بالعناية بنتك الميؤوس منها بنتك اللي قال لك الطبيب ما لها عحل ولا علاج الطب مهما وصل ما يقدر يعالج بنتك شو القضية ما ندري قبل دقائق معدودة قامت صحيحة معافات كأن لم يكن بهذا يقول وقعت السماعة من يدي صرخت منادي يا أم البني يا أم البني يقول رحتي للمستشفى محدحش بالليل وقت متأخر قلت يلا آخذ بنتي قاله لا نعرضها على الاستشاريين بنتك حالتها قال لا أنا مطمئن بأن بنتي عليلة ومصابة بعلا لا علاج لها لكن أنا مطمئن لأن طرقت باب أم البني سلام الله أليه شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة